السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بالفخير ومرحبا بكم في مراجعة تقنية جديدة على قناة بريز من المعلوميات في هذا الفيديو سنقوم إن شاء الله بمراجعة الهاتف الرائع Ocetil U13 الذي توصلنا به من موقع GearWords فالهاتف يتوفر على ميزات وخصائص رائعة ورهبة تصل إلى 64 جيجا بايت في الرام و 3 جيجا بايت في الرام والمزيد من التفاصيل الأخرى والخصائص سنتعرف عليها في مراجعة اليوم بعد هذا الفاصيل القصير فلا تنسوا أحبتي في لا لايك للفيديو وكذلك أنه هناك مسابقة سنتطرق إلى شروطها في آخر الفيديو فابقوا معنا والمسابقة للربح منتج آخر وليس هذا الهاتف لأنه هاتف ليس ملكي ولا أستطيع القيام بمسابقة للربحه بطبيعة الحال فابقوا معنا إلى آخر الحلقة لتعرف على المسابقة ولا تنسوا مرة أخرى لايك 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 نراكم بعد هذا الفاصيل إذن أحبتي في لا دواتي في أوكتيل يو تورتين الذي يتوفر على الشاشة تصل إلى خمسة فاصلة خمسة إنش بينما يتوفر على خصائص ومميزات رائعة ورهيبة من بينها أنه يتوفر على مستشعر الأصبع كما تشاهدون أحبتي في لا وكذلك أنه يتوفر على فلاش بالإضافة إلى يعني مخرج السيم كارد أو مدخل السيم كارد يمكنك تركيب إثنان سيم كارد في الهاتف بطبيعة الحال كذلك أنه يتوفر على مكبر الصوت هنا في الأسفل كما تلاحظون ومخرج اليو اس بي لشحن الهاتف بطبيعة الحال فالهاتف يتوفر على كاميرا خلفية تصل إلى 13 ميجا بيكسل والكاميرا الأمامية تصل إلى 5 ميجا بيكسل وهو شكل الهاتف أنيق بطبيعة الحال ويصل كما قلت سالفا أنه يصل إلى 5.5 إنش بالنسبة لشاشته وفول إتش دي بالنسبة لوضوح الشاشة فعندما سندخل إلى البرامتر الخاص بالهاتف وندخل إلى سنجد أنه يتوفر على 64 جيجا بايت كما ستلاحظون أحبتي في الله وأنه يتوفر على نسخة أندرويد 6.0 بالإضافة أنه يتوفر على 3 جيجا بايت في الميموري الدكرة العشوائية إن صح التعبير اللي هي الرام كذلك يتوفر على الصيز كما قلنا سالفا 5.5 إنش و1920 على 1080 كذلك هنا كما ستلاحظون 16 ميجا بيكسل في الكاميرا هي تصل إلى 13 ميجا بيكسل وكاميرا رائعة للغاية كما ستلاحظون فالجودة واضحة والعيب في باقي الهواتف أنها دات كاميرا أمامي ضعيفة وهذا الهاتف يتوفر على كاميرا أمامي قوية ورائعة وكما ستلاحظون عندما سأقوم بقلب الكاميرا الكاميرا الخلفية فهي ستظهر بوضوح تام ورائع بطبيعة الحال إذن هذا أمر جميل للغاية فالهاتف صراحة أعجبني من ناحية الشكل وهو سمك الهاتف بطبيعة الحال وأنه لا لا يستقيل بالنسبة للبطالة يتصل إلى 3000 ميلي أمبير ويصالح الاستخدام بشكل جيد من ناحية الألعاب والتريجي والفورجي وما إلى ذلك من هذه الأمور من نسبة للهاتف يعني أنا صراحة كنت قد قمت بمراجعة وهو شبيب هذا الهاتف يمكنني أن أضع لكم الرابط في الديسكريبشن لكي لا أطل عليكم في الشرح بالنسبة للخصائص الأخرى فسنلاحظ كيف يقوم بتشغيل الفيديوهات من خلال اليوتيوب فنقوم بالدخول لكي نلاحظ ماذا دقة الهاتف وأنه سيستحمل تشغيل الفيديوهات بشكل جيد لاحظوا فصراحة جودة جد رائعة فأنا أشغل الفيديو بفول ايتش دي الآن وكما ستلاحظون فالجودة فائقة يعني الجودة ورائعة بطبيعة الحال فيمكنكم مشاهدة الأفلام والاستمتاع بأي شيء من خلال هذا الهاتف الرائع والذي سأترك لكم رابطه أسفل الفيديو للاقتناء وكذلك فهو يصل إلى مئة وخمسون دولار أي ما يعادل الف وخمسمائة ديرام مغربية إذا نقوم بالخروج مرة أخرى من الفيديو ثم نقوم بالدخول لكي نرى ما إذا كان الهاتف سيستحمل الألعاب أو يعني كما نقول يعني البروستور يكون دائما ترتفع حرارته عندما نقوم بلاعب الألعاب فكما ستلاحظون فاللعب هنا يعني أعتدر لأنني أرى الهاتف من الكاميرا وبالتالي يصعب اللعب نوع المو لكن سأحاول ما أمكن أن يعني أموهم يعني هذا هو الهاتف الخاص بنا فهو يتوفر على مميزات هائلة ورهيبة ورائعة كما تلاحظون أحبتي في الله فهاتف يستحق التجربة ويستحق يعني أن تشتغل به وتمنه بسيط يعني مئة وخمسين دولار بالمقارنة أنه يتوفر على أربعة وستين جيجا بايت في الروم وثلاثة جيجا بايت في الرام كما ستلاحظون فعندما سندخل إلى الإعدادات نجد أنه يدعم مستشعر البصمة كما ستلاحظون هنا يمكنك تفعيله بالضغط على ثم تفعيل الخيار بطبيعة الحال فأتمنى أن صامي قلب أن هذا الشرح قد رقى لكم وأفدكم من هذا الصدد لا أريد الإطالة في هذا الشرح لأنني سابق وأن شرحت كما قلت أو قمت بتقديم مراجعة لأوكي تلسك سوزن برو هو شبيه نوعا ما بهذا الهاتف غير أنه فقط يتوفر على اثنان جيجا اثنان وثلاثين جيجا بايت في الروم وهذا يتوفر على اربعة وستين جيجا بايت صالحة لت يعني تخزين ملفاتك صورك فيديوهاتك وما إلى ذلك من هذه الأمور أتمنى من صامي قلب أن هذا الشرح قد رقى لكم وأفدكم من هذا الصدد دائما لا تنسوا لايك للفيديو سابسكرايب لقناتنا على التوب وزيارة موقعنا الإلكتروني www.prizma.com ألقاكم إن شاء الله في مواد أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا لايك للفيديو عدنا مجددا فالمسابقات ستكون إن شاء الله بها جائزتين جائزة الأولى هي عبارة عن كاميرا مراقبة سبق وأن قمت بمراجعتها على قناتي والجائزة الثانية ستكون عبارة عن ساعة ذكية سأقتنيها لأي شخص يفوز بالمرتبة الثانية أو الجائزة الثانية إن صح التعبي فإن كان هناك شخصين مثلا شخص في المغرب فاز بالجائزة الأولى وشخص في تونس فاجأ بالجائزة الثانية المغرب سأوصل له هذه جائزة لنا سهلة والتاني سأشحل له من خلال موقع جيربيس أو أي موقع آخر ساعة ذكية من خلال يعني العلوان الخاص به إذن شروط المسابقة أولا هو أن تقوم بوضع لايك لهذا الفيديو تاني شيء هو أن تقوم بنشر هذا الفيديو أي تقوم بنسخ الريل الخاص به ثم نشره في حسابك يعني شروط المسابقة مهمة جدا يعني تالت شيء هو أن تقوم بوضع الإيميل الخاص بك في التعليقات فإذا فسته سأقوم بمرسلتك إن شاء الله هذه هي شروط المسابقة لكل من يريد المشاركة إن شاء الله وأعيدكم إن شاء الله أنه ستكون هناك مسابقة مسابقة كثيرة جدا في المستقبل إذا كانوا لك تفاعل راهب مع هذا الفيديو إن شاء الله كما قلنا الشروط المسابقة لايك للفيديو مشاركة للفيديو كذلك ووضع الإيميل الخاص بك في التعليق لأرسلك في حالة يعني قمنا بقرعة للإعلان عن الفائزين بطبيعة الحال ونالك فائزين كما قلت سليفا نحط أوفر لجميع المشاركين وأراكم إن شاء الله في موعد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا أنه نريد أن نصر إن شاء الله في هذا الشهر نريد أن نصر إن شاء الله في هذا الشهر إلى أزد من ستين ألف مشارك نريد أن نصر إلى هذا العدد وهذا هو المغزى من هذه المسابقة لن أغطي الشمس بالغربال كما نقول وأقول لكم أنني أريد فقط المسابقة أنا كذلك أريد أن أستفيد لستو كالباقي لكي أقول لكم أريد أن أقوم بمسابقة لتفوزوا أنتم تفوزون بجائزة وأنا أستفيد مشاركين جدد وهذا هو الهدف أن تصر إن شاء الله قناة بريزما إلى ستين ألف مشارك لأننا نبدو المجهود لكي نقدم مواضيع في المساوى إن شاء الله أراكم في موعد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته